لا تنصح وايد ساعات خلها في قصة مررها في قصة ساعات في سالفة أهو يعني ترى الأسرة مدرسة صغيرة ساعات لما أنت تدمج العلاقات وايد ويا بعض ترى تبديل المشاكل أنا أشوف وايد أهل عندهم حماية مفرطة حق اليوهل تحرى الأماكن الزينة اللي أنت تحصل فيها على صداقات زينة تستمر وياك طول الأمر تشوف هذا الشخص شلون؟ تشوف مايته؟ يناس بكل لا؟ بعدين أدخلوا إياه في العلاقة فلازم شوي يعني هذه الاندفاع والتهور المراهقة الفترة العمرية اللي دايماً عليها الحديث بس في جانب قليل يتحدثون عنه على وهو العلاقات في المراهقة ومن تذي أتشوف إنه من المهم إنه نتكلم عن هذا الموضوع فبس تضيف اليوم الأخصائية التربوية والإرشاد الأسري هدى المهدي عشان نتكلم أكثر في هذا الموضوع خلكم معانا في بودكاست ببساطة مع جاسم الجاسم أستاذ هدى حياة الله معانا في البداية نتكلم عن المراهقة من ديش على طول؟ المراهقة اسم وايد يستخدم بس قبل ما نبتدي ندش في المراهقة نعرف أسطن تعريف المراهقة شنو؟ هو مرحلة من المراحل العمر الإنسان يمر فيها بس هذه المرحلة تتسم إن الطفل ينتقل من طفل ليبالق فهو لازم يمر في هذه الأعصار هذه المرحلة عشان يقدر يكون شخص بالق فيها أشياء إن الواحد يبدأ شوي يستقل عن أهله يتمرد عليهم تصير الأم من أهل جريبة الصديقات أو الأصدقاء فهذه الأشياء بالنسبة حق الأهل تكون أشياء مرفوضة غير مفهومة صحبة عليهم صعب يتقبلونها شوي السيطرة ما تكون عند المراهق نفس الطفل وتشوف أغلب الأهالي يمرون في هذه المرحلة في صعوبة لأن أهم ما شوي ما يتقبلون انتقال الطفل من طفل لواحد بالق وبالنسبة حق المراهق بعد مرحلة صعبة لأنها هرمونات تغييرات نفسية جسدية فكرية ضغط دراسي هو بروحة ما يدري شنو قاعد يصير فيه إنه قاعد من يوهل ليه كبير حاولنا هو يفرض شخصيته ويجرب طرق مختلفة عشان هو يفرض هذه الشخصية وممكن هذه الطرقة تكون طرق قلط والمراهقة يعني من المراحل اللي قلتي الصعبة فأكيد هذه السمات قد تقول المراهقة أصلا مميزة للطفل أو مميزة للمراهق فشن السمات هذه اللي تميز المراهق عن غيرها من الفئات العمرية حلو أن أول شيء هو يبدأ يستقل عن الأهل ثاني شيء يبدأ يقل الحوار والمشاركة معهم الأصدقاء صيرون أهم المصدر حق حل المشاكل السوالف كل شيء بدأ للأهل يعني ما بقول تمرد بس أقول أن الطفل في هالعمر يطلع شوية من السيطرة فهو يبدأ يكون هوية يديدة شخصية يديدة مثل ما قلت لك ممكن تكون بطرق صحيحة ممكن تكون بطرق غرق فأكيد فيه دور على كذا شخص بس إحنا خلنا أخذهم يعني نشوف الأدوار اللي المفروض تصير يعني فيه أوه أكيد دور للإرشاد أو المدرسة خلنا أخذها أو شيء للإرشاد الأسري يعني كيف الأسرة ممكن تأثر على المراهقة؟ أول شيء إحنا عندنا أسرة مجتمع مدرسة كلهم دورهم يكمل بعض الأسرة هي النواة الأولى يعني هي المكان الأول اللي بيربونا فالإرشاد الأسري في هذه المرحلة لازم شوي يكون خلنا نقول ما فيه تجسس في مراقبة أن الولد يكون تحت عينهم بس مسامحة شالفرق بين التجسس والمراقبة؟ مراقبة أنا أدري أن أنت مراقبة بس تجسس أنا قاعدة أفتش من وراك وأنت ما تدري فدراية المراهق أنه والله أبوي يعني يشوفني إيه والله تصدق جاسم يعني أنا لاحظت أنه يعني الإنسان عموما لما أنت أتي له بأسلوب حلو وتتكلم وياه وتقنعه وتحاوره غير لما أنت تتصيد من وراه وتحسس أنه هو تحت الضغط ترى الحين بعد ما شاء الله عليهم المراهقين يعني عندهم أساليب وتكنولوجيا يفهمون أكثر منا أنت لو شنو تجسست عليه عنده أساليب وهو عندهم عندهم يعني ذكاء رقمي مثل ما نقول يبيعون يشترون فينا فبعد هذي من دور الأسرة أنهما يعرف المراهق أنت ترى أنا عرف أصدقائك مين وين تروح وين تيش وين برنامجك بس مو التجسس اللي من وراه لأنها يخلي فجوة كبيرة في العلاقة أولاً والثقة تكون مفقودة ثانياً يتفننون في أنهما يطلعون من سيطرة الأسرة وبعد دور الإرشاد الأسري أن أنا أعطيه نفس ما أقول التولز الأساسيات اللي هو يكمل حياته فيهم أهو يعني ترى الأسرة مدرسة صغيرة الأسرة هي المدرسة الصغيرة بس أنا خلينا حين نروح المدرسة العودة ماذا دور المدرسة في حياة المراهق؟ يعني أنا ودي أقول لك أن دور المدرسة أن المربي المعلم يكون أبو ثاني والمدرسة تكون أم ثانية بس نحن نشوف الواقع شوي غير صاير هو في صعوبات لأن العداد بس بعد أهوه في المدرسة بيكتشف نفسه ترى بيكتشف جانب أهوه ما قاعد يطلع حق أمه وأبوه تشوفوا يعني ساعات الولد شخصيته في المدرسة تكون غير وفي البيت غير هناك عنده حرية أكثر عنده مساحة أكثر الصداقات ترى الصداقات اللي يشيرون عليه ويعطونا القرارات ويفضفض لهم ويفضفضون لهم موجودين في المدرسة فالمدرسة دورها مكملة أنا ويد أحب أن أشجع أن المدارس يسوون ورش حق هذه الفئة العمرية يعني ورش عن العلاقات عن الشخصية ورش توعوية ورش عن الاستقلال الابتزاز الإلكتروني لأن دائما تعرف الأم والأبو من كثر مالياه اللي يشوفهم وينصحونه خلاص يصير بلوكة هنا ما يبي يسمع يسمع من برة يسمع من الخال من العام من إمام المسيد من المدرس أكثر من أمه وأبوه يمكن أن ساعات النصائح تكون أوامر 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 ما في نقاش أنا جاسم أنا بكبريلين أمي تنصحني النصيحة عندي إياها هي قاعد تنصحني لأن تنصحني بس إذا سمعتها من أحد ثاني أقول أوه ترى أمي صادجة مع أن أنا كبيرة يعني بس من كثر ما تنصحني يصير عندي تشني أسمع النصيحة وما قاعد أأخذها يعني وهي شي طبيعي في الإنسان لهالسبب بعد أنا بيوجه شوي شي بسيط لا تنصحون وايد نحن شي سوي لا تنصح وايد ساعات خلها في قصة مررها في قصة ساعات في سالفة ساعات في شي يزعى من تصار لك قبل ساعات في موقف نقشة فيه في الميديا حين وايد إحنا نشوف أشياء فيعني بعد كثرة الوعظ متعبة تكون وايد متعبة يعني بدلا ما ثم تنصح تطرش لي فيديو إيه إيه شفوا الفيديو والله اطلعوا إياه كافية سولوا فيها وعطوا كل اللي تنبيه هذا يفتح لنا باب أن واحدة من العلاقات اللي المراهقة تكون عندها علاقته بأهله وانتي وضحتيها أنا ترى العلاقة ما تكون هي علاقة سلطة تتجسس على الطفل وإنها ما علاقة حوار صح على مرحلة واحدة بس خلينا نتوسع أنا المدرسة اللي حين أنا أعتقد المدرسة هي نظرة الطفل أو المراهق على المجتمع على المجتمع لأن فيها الخليط كله كل اللي بيشوفها في المجتمع غالبا يشوفها في المدرسة هي حياة صغيرة المدرسة حياة صغيرة يعني المشاكل اللي بيصير لها الأشياء اللي بيصير لها هي نفس اللي بيصير لها بعدين ترى في الشغال في الحياة في الزواج فهو يتدرب في هل وقت يتدرب شلون يدير علاقاته شون يدير مشاكله مشاعره أفكاره سلوكياته فأنتي قلتيها العلاقات خلينا نحن في العلاقات حين فأعتقد المدرسة هي أهم مكان الواحد بيعرف ميني صاحب المقولة المشهورة أخبرني منتو صاحب أخبروك من أنت صح بس شلون يعني ولي الأمر بيقولتش شلون أنا أختار شلون يعني تحس في صعوبة شوي ولا أول شي لما الياهل يكون صغير لازم نزرع فيه أن أنت لازم تختار صديق جيد إنسان زين ونخلي عندهم التفكير الناقد ترى القعدة ويا الأجهزة وايد غيبت التفكير الناقد عندهم لأن شنو قاعدين يطالعون فيديوهات إشكال والوان فيها ناس غريبين ناس مو من مجتمعنا فصار عندهم مفهوم التقبل واسع زين بس شنو التفكير الناقد خلينا شون تفكير ناقد أنا حين مثلاً أقعد وياك أنت فيك أشياء ما تناسبني جاسم مو لازم أنا أكون صديقة يعني مو لازم أكون أصدقاء أنا صاير المثال يعني دائماً مو لازم أكون صديقتك مو لازم أكون أصدقاء إحنا حين قاعدين يبعض أنا عندي وان تو ثري فور فايف لاحظتهم فيك أنت زميل ما يبقى في رتبة صديق صديق شنو يعني واحد أول شي تربيته تكون مشابه تربيتك ثاني شي عنديكم قيم مشتركة ثالث شي شخص ما يزعجك ما يحسسك أن أنت طول الوقت مضغوط تعبان تتشرد من هالعلاقات تعرف هذه العلاقات اللي تكون يعني تشنهي شي على قلبك متكلف متكلف ما يتحكم فيك ما يستخدمك أنت العلاقة اللي يتم استخدامك فيها هذي مو صداقة فهو بعد هنا لازم يعرف دائرة العلاقات شنو هي أن في علاقتك أول شي مع ذاتك علاقتك مع ذاتك شلون تعامل روحك شلون أنت ترفض شلون تقبل شلون تدير أفكارك مشاعرك غيرها ثاني شي أتي العلاقات القريبة جدا وهي العلاقة مع الأهل العلاقة مع عيال العم عيال خال إذا كانوا أكتب يعني خلينا نوضحها بشكل أبسط فدائرة العلاقات دائرة العودة تكون أول شي دائرة الصغيرة ذاتك بعدين أني حق الأهل والناس اللي كلش كلش يقرب مثلاً يعد اليد إذا كان هو كل يوم عندهم هذا لم بعد يعني نفس الأم والأبو يكونون بعدين أني حق الأصدقاء الجيدين أو المقربين بعدين أني حق أصدقاء لا هذه صديق بس مو اللي أنا بقعد أقول له مثلاً شنو صار لي كل يوم والأبديت وأنا رحت هنادي وسويت شذي وكليت شذي بعدين الزملاء بعدين لا المعارف الناس اللي أنا عارفهم فأنت لما تي تختار صديق لازم يكون فيه إشياء مشتركة بينكم ما يصير أنا يعني أنا حي مثلاً في حياتي كلها قبل كنت أمشي ورافج أمشي ورافج أمشي ورافج أنا ويد اجتماعية هاي الشي تعبني قام حطني في مشاكل ليش إذا هذه البنية مثلاً مشيتها مو عدلة أنا قاعدة أحسب عليها نهي رفجتي طبعاً أنا أمي لو قيلت لي هالشي سنتين ما بفهمة متى فهمت لما صرت في الموقف فأنا بعد أقول شنو حلونا الأهل يعطون عيالهم لسبيس المساحة يجربون يعيشون ترى التجربة أكبر معلم فعلاً تجربة أكبر معلم ويمكن أنت مريتي بتجربة وقدارتها تتواكبين في فترة من عمرك بس في ناس وائد ما وعاو عقه هذي ما عرفوا أنه والله هذه هو مثلاً الكلافة هي اللي تكون فارقة مثلاً أنا درح تأخبر أهل لازم أكشخ لازم ما أقول أي شيء لازم صح بس إذا واحد خذاني على حالتي صح بي أنصحني إذا غلط أتوقع حني تكون الصداقة أو علاقتي أقوى من غيرها بس أكيد فيه أنواع للعلاقة يعني العلاقة مو بواحدة نبي شوين وضح شنو الأنواع بين العلاقات أوكي أول شي قلت لك أنا أنواع العلاقات اللي هي الدائرة أيوه ثاني شيء فيه علاقات أنت بتكتسبها في المدرسة هذه الزملاء مدرسة مو شرط تدخلهم كلهم في حياتك تختار منهم جم واحد ساعات لما أنت تدمج العلاقات ويد ويبعض ترى تبديل مشاكل مثلاً أحين واحد مثلاً يسوي لعب يلعب صبي مراهق يدخل صبيان المدرسة والفريج والأهل واللي عرفهم في نادي مثلاً يروحها ويروح أفتر سكول اكتيفتي مثلاً يدخل الأولي والتالي أهو ما شخلهم ما عرفهم يعني ما دخل ناس خلنقول مثلاً خلص ويد جراب منه تبدي ويد مشاكل ويد مشاكل أنا هاي الشي شايفتها يعني وأنا بعد شفتها في اللعب ساعات في القروبات دخل ثلاثة هذي مين؟ هذي والله شايفة ما درو وين ويبنا يلعب انزين ايه بعدين ساعتها استكملت عددنا من خلص اللعب البنات لا في قروبات هذا الشيء يكون عندهم في قروبات عاد البنات بعد مشاكلهم غير مشاكل عقرة وتحفر وباقي ترفيجتي وخذت رفيجتي ومروا شنو لو لس بيان طاق ومطاق فشنو الواحد يتأنى حين أنا في المدرسة صار عندي علاقات صح؟ واحد اثنين خمسة عشرة أتأكد منهم صار عندي أصدقاء مثلا في نادي أنا أروحها بعد أختار منهم صار عندي عيال عام عيال خال أنا بعدين حبيت أدمجهم لسنين أكشفتهم لي المواقف أكشفتهم لي أوكي ما حبيت أدمجهم خلك الواحد مكانة أحسن يوما ما إذا كانت العلاقة مستمرة يعرفون بعض يوما ما هل كنت بقول يتصادفون في فعالية بس التهور والاندفاع الموجود في المراهق في سرعة تكوين العلاقات والصداقات هذه الموضوع اللي شوية يحتاج أن الأهل ينصحون فيه بس شون إحنا نقول يعني إحنا ننصح نوجه بس في الأخير أنت سويت دورك كم وجه أهو اللي بيسويه بعدين خلاص يتحمل عقباته فهو لازم يعرف كيف يبني علاقة صحية نقدر نقول علاقة صحية وما يتهور في العلاقات مو من البداية يخر اللي عندها ويقول إسرارها ويتبادل معلومات ويعرف ذي على ذي بس يتأنى شوي لو قلناها شلون الواحد بيعرف علاقة الصحية شون يبنيها أصلا من الأساس ايه شلون يعرف العلاقة الصحية ايه أولا شون يعرف بعقب شون يبنيها أول شيء العلاقة الصحية فيها توازن أوكي ما يكون وايد أخذ واحد وايد مثلا أنت في المدرسة وايد يستغلك ترى أنت تعرف هاي الشخص بس يبني منك واجبات هذه البنية بس تبني منك أن أنت تساعدينها في الصف هذه علاقة أخذ بدون عطاء مرة واحدة احتجتي لها ما حصلتيها انزين توازن مسافة هاي الشخص ما يكون خانق يعني أنا هاي الشيء أعطيه في الورشات المراهقين للعلاقات أقول لهم دائما خلوا بينكم وبين الناس اللي تعرفونهم مسافة ما يصر من البداية أنت تي وتلصق فيه وتتصل فيه وتب يتعرف وين قاعد يروح وين ولو ما شال التلفون هو قاعد يتسبح ولا مثلا ويأي أحد ثاني تبدل المشاكل لهواش تبني ليش مقاعد ترد عليه مسافة لازم تترك مسافة الشيء الثالث الاحترام أحترم خصوصيتك أحترم حدودك أحترم وقتك أحترم أنت من حقك يكون عندك أصدقاء ثانين الشيء الرابع التواصل أحين شنو من يتهى وشون سيدة يطقون بعض بلوك سيدة لاو موش هذه يبالك ويبالك رابعة بعاد عشان لا يوصل لبعي طريقة لاو أنا أقول لهم في الورشات أقول لهم صح من تتهى وشون شو يساون يقولون لي بلوك مس أقول لهم بس أنت ما حليت المشكلة بهالطريقة أنا أنصحك تهدأ يوم يومين بعدين تتكلم لما قلت لي تذي أنت شفيق قلب عليه بعدين أنت بتأخذ خطوة أعلى تصعد هيك يفك بس أنت لازم تتواصل فالصداقة الصحية بعد فيها تواصل جيد ساعات المشكلة تكون بسيطة جدا الواحد ما يعبرها بس يومين الرابع يقول لنا يا شلون تخليه يقول لك تذي شلون سوى تذي شلون يي بدون ما يسلم عليك فأهي بالنسبة لا بسيطة بس اللي حوالينا يزيدون ويطبخون فما بالك لو كان هاي الشخص اللي يزيدوا يطبخ هي الأم أو الأبو وتصير وتصير وايد لأنه تعرف أنا أشوف وايد أهل عندهم حماية مفرطة حق اليوهل لو الودودهم يحمونه حتى من الهوى خلونا في الصندوق فهذه الطفل أي علاقة يدش فيها في حياته أي كونفرزيشن أي محادثة أي حوار الأم والأبو يدرون فيه وهذه أصلا يعني وين بياخد استقلاليته بالضبط والأم والأبو يبدون رد شذيه قلت شذيه أنسي أنت شون حين أعددته حق الحياة يعني هو بيخلص إذا راح يشتغل ما بيقدر يكون علاقة في الزواج ما بيقدر يكون علاقة لأن كل ما قالت له شي بيقول حق والد جاسم أنا فورشاتي لحق الأهل دائما أقول لهم شي أقول لهم أنت حين لمييك مثلا في المكتب موظف ترينينج بالدربة بتطول بالك عليه ما بتضغط عليه وبتقول إذا عرف الشغل عرفه ما عرفه أنا ما بدخل في مخا وبدخل الكلام غصب نفس الشي عيالكم عيالكم دانين ترى عندكم فترة مأقتة بعدين بيكبرون بعيشون حياتهم هاي الفترة المأقتة أنت قاعد تدربة حق الحياة بعدين تعطيه مهارات تعطيه مفاتيح تساعده نفس ما أنت تطول بالك على الناس اللي يواك في الشغل طول بالك عليه عطى المهارات اللي يحتاجها في الحياة وخليه يتدرب خليه يعيش ولا تدخل فيه لا تحكرة لا تخنقه وبعدين هو هذه الحياة لازم بعيشها هذه العلاقات من جانب الأهل ممكن تكون يسمونها توكسك والله أهو مصطلح شائع صارت توكسك نرجسي توكسك مشكلة يستخدمونها مصطلحات زايدة ساعات تستخدم أنا ما ودي أقول أنه ساعات الأهل أهوما يكونوا توكسك ما بيأقول هالشي وصار أنا تشني قاعد أحرض الأطفال على أهلهم والمراقين على أهلهم بس ساعات يعني الأوفر بروتكشن اللي سوونا حق الطفل الحماية المفرطة تخلي الطفل شن عندك طير أنت ينقصص جنحانه فعلا ما يقلل يطير بعدين بعدين لما يكبر بيروح الجامعة ما يعرف يتكلم ويا المعيد في الجامعة بيروح الشغل ما يعرف يطرش إيميل بيتزوج ما يعرف يتعامل ويا مرتاه بتتزوج خلاص الأم موجودة وياه في كل حياتها بعدين هذه المشكلات تؤدي لي مشاكل 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 حتى وايد اكترات النكات على أم المرأة أم الزوجة إنها داشة في كل تفصيل في حيات أرد أقول لك جاسم التجربة أكبر معلم خلي يعيش خليه ينحبط خليه ينصدم في البشر خليه أهو شديد شديد يعيش الحياة الشياب كان يقولون إذا شافوا ياهل يحوسيا مننا قلوا خليها تلسع عقبها ما بجيسة أنت كل ما تميت تحميه ما بيادري عما خاطرها واعتقد الحياة بعد نفس الشي العلاقات نفس الشي وعلى ليه يوم كذي كبيرة ولازلت أطلع بدروس من العلاقات وأقول أقول حق المراهقين يعني اللي يوني في الوارشات أقول لا لما أنت يصير بينك وبين أحد خلاف خل عندك في النوتس أو في دفتر اكتب الدروس المستفادة هذه الدروس عشان ما اضح فيها مرة ثانية مو يمكن أنت هذه الموقف يتكرر عليك لأن أنت فيك الغلط شوف شنو الدرس المستفاد هذي يفتح لنا باب شلون نبني علاقة صحية عنا عرفنا العلاقة الصحية بس شلون نبنيها أوكي نبنيها أول شي يعني ساعات في ناس يتمون بدون صداقات فترة طويلة فشنا وشنا واحد جوعانا روح السوبر ماركت يحطي حطي حط في السلة لا تدش علاقاته بس انظر لا تتهور لا تندفع ساعات أحسن لك تكون وحيد من أن أنت تكون مع شخص ما يقدرك أو يكون يستنزف طاقتك الشي الثالث علاقات صحية أنت وين بتحصلها؟ تحصلها في الأماكن اللي تشبهك في المسياد في المدرسة طلاب زينين مشاردوا إياهم في العائلة ممكن في التجمعات الخاصة بالعائلة تحرى الأماكن الزينة اللي أنت تحصل فيها على صداقات زينة تستمر ويقطوا للعمر صادق الناس اللي منك وفيك اللي يشبهونك أنا أقصد منك وفيك جنسية أو مذهب معين يشبهونك قيمهم أفكارهم مبادئهم تربيتهم قوانين أهلهم اهتماماتهم أنا ما يصير أروح أرافج واحد مثلا يعني أنا أشوف هالشي وايد موجود في المراقل إنه هو شخصيته شوي تكون ما بقوله ضعيفة بس إنه هو يعني شخصيته أخي نقول عادية يروح يشوف منه الاستار اللي سطر يطيق يداز يروح يتلصق فيه بيصير رفيجة وهذه وايد شي موجود لأنه ما يحسون بالباور بالقوة يعني أنا بصير صديق هذي الشخص محظوظ يعني إنه بيعطيني وي تشوفونهم اثنين هم تعبانين ترى ذي مو قادر يتحمل سلبية ذي وضعفة وذي مو قادر يجاري ذي لأنه تربيته غير فأنت اختر ناس يشبهونك من البداية طبعا هاي الشي شونا يصير يصير هيئة سوالف سوالف ويا الولد قبل الله ينام تخليه فضفض تطلع وياه على قهوة تتقهوة وياه تقول لقصص صارت لك مرة على مرة على مرة والشي ما بصير ترى من مرة يام ولا من عشر بعد حين صار عندنا الوضع وايد صعب الانترنت صار في متناول جميع خصوصا متناول المراقين والأطفال وقمنا نسمع أخبار ساعات تطلع عن منصات كبيرة أن يصير فيها بعض من من العلاقات اللي نقدر نقول السلبية فالأهل شلون يرون تحكمون أول شي قلت لك المراقبة تذكر قلت لك هو لازم يعرف أن أم أبو أو مقدم الرعاية مثلا جد لجد الخالة يدرون شنو قاعد يصير الشي الثاني التوعية لازم أوعي أقول لها شنو قاعد يصير من العلاقات في الانترنت وشنو مثلا يعني الجرام الإلكترونية ترى يتلقون بلاوي أنا لازم أخلي الولد يدرب هالأشياء اللي تصير في ناس يقول لك العكس أنا ما أقول لها ليش أقول لها يقول لك لا تقول لها عيونة ترى عيونة مفتحة ويدرب كل شيء والله يخلي الميديا ممخلية شيء ممع المليهال يعني يعرف يعرفون كل شيء وخاطبوا عقولهم ترى عقولهم حين غير قبل عشرين سنة عقلهم واعي يفهمون الشي الثالث أن أنت تعطي عواقب الدخول في علاقات مثلا مرة من المرات وصلت وياي واحدة في استشارة كانت تقول بنتي شخصيتها هاد وحلوة ويعني اكتشفت أنه هي فاتحة اكاونت وتقول في الاكاونت أنه هي مظلومة وضهدة وبتنتحر وكل صور اشياء يعني قلوب مكسرة وناس يصيحون ليش بنتي قعدة تتقمصها الشخصية قلت له هذي تبي اهتمام الاهتمام يعني شافت جربت وشافت أنها تحصل بالتعاطف قعدة تلعب على وتر العاطفة في الميديا فهي قعدة تتخلف علاقات بناء على أنها مظلومة ومحرومة ومضطهدة ومسكينة وسبحان الله من الأشي اللي لاحقوها أيضا في المجتمع الغربي أنه في ناس قاعدين يسوونها مثل تحول الجنسي أو مثل غير ميولة بس عشان الانتباه لأنه حصلت فولوورز الناس قاعدين يتعاطفون معاي فسعات هو أكيد هذي ببحث عنه أنه ممكن ما حصل في البيت غير أن أنت تتلاعب عاطفيا في الآخرين أو أن أنت تغير من شكلك فيه وايط طرق صحية تتميز في هوايتك تلعب كرة تتميز في هالشي احفظ قرآن احفظ جزء عام عندك مهارة طورها أو ساعات حتى أنت مو لازم أحد يعرفك إذا بتكون معروف كن معروف بالخير لا تنعرف بالشر فهذه البنت أنا وايض يعني عطيت الأم يعني من التبس والنصائح أنه هي تركز على إشباع اللي أنا عندها لأنه هي قاعدة تدش في فترة مراها قعمة 11-12 تبي تحس بوجودها مو عارفة شلون تفرض هذه الشخصية قاعدة تتجه ليه هاي الأسلوب أن أنا بستعطف الآخرين إزاي واحدة من الأشياء حين اللي صارت أن الميديا قامت تطلع نوس أصلا نقدر نقول أنهما قبل ما كانوا بيطلعون لولا بشبكات التواصل الاجتماعي فأكيد ذي لا آثار صح؟ صح لاحظت شيء في البنات خلنا نقول خصوصا لأنه يمكن الأولاد عندهم ميول ثانية في الحياة البنات اللي وني أدربهم وايد مخم متأثر بأفكار الميديا واللي يطلعون طبعا مع احترامي لهم يعني المدربين بس تعرف صارت الصفحات وايد وأنت ما تعرف تسمع من تنتقي من تختار من فهما يسمعون اللي ما يحترمك بلوك الشخص اللي ما يحبني أستغني عنه في حياتي فصار عندهم ثقافة الاستغناء شوي غلط دائما يابوني قطعون علاقات ما عندهم التغافل ما عندهم التفاوض ما عندهم الود الموجود في الجيل اللي قابلهم ما عندهم مثلا انهم يعطون فرص فورا بيقطعون العلاقة الأنا اللي عندهم وايد من الضخمة ليش؟ لأن ذي لن يسمعونهم كله انت فريدة من نوعكي لا يوجد نفسكي انت تستحق ما در شنو تستحق ما در شنو فأهم صج قاعدين يكبرون عندهم هذه الأفكار يعني تشوفوا أنا لما قعدوا وياهم واسمع أفكارهم أستغرب أقول هذه الأفكار عندهم واحدة مرة تبصدمات وتجارب تقول أنا لانتزوجت ما بساعد زوجي وما بسويويا وأهلا مو أهلي وأم مستحيل أسميها ماما مثلا هذه أنا كذا بنت قاعدة وياهم مراهقات سمعت هالكلام لأنه ممكن ما فهمها وأصلا الهدف ممارة الزوجة من وين انت لج هالحاجي سمعتها فشلون الواحد يقدر واضح مثلا نية حق واحد لا يقول لا هاش الحل معه تذكر لما قلت لك علاقتك مع نفسك مع ذاتك هذه أهم دائرة نبدي فيها النوع انت علاقتك مع ذاتك شلون الاشياء اللي تريحك شلون الاشياء اللي انت تقدر تسويها شي انت تحس انه يتعبك ما تقدر تسويه مو اليوم مزاجك ما يسمح في الفري كون جدا سعيد ان انت تقول لا بس لما انت بتقول لا الاسلوب يفرق لا شكرا لا بعدين لا مو اليوم لا حاليا ما قدر غير لما انت تقول لا بطريقة ويد حادة يعني فبعد الاسلوب يفرق تشوف ساعات المراهق اللي ما يقول كلمة لا هو المراهق اللي عنده ضعف في شخصيته او يخاف من العواقب اذا قال لا يخاف ويخاف من الرافض انه هو يرفض وتبعات هذا الشيء فحتى لو ياكم مثلا المراهق قال لكم واحد عازمني وانا ما بي اروح شنو اسوي لا تقولوا لا روح جاملة قلوا لا اعتذر منه باسلوب لا بق يعني ومراتب الايمان الاحسان ان تعبد الله انك تراه بعد شغلة تضع يعني هاي الشيء قاعد اتشوفه شوية قاعد اقل ربهم على انهم يساعدون الناس يتغافلون يطولون بالهم يكونون من المحسنين ترى الاحسان لدرجة كبيرة عندنا خلى من المحسنين يعني اهو ما عليه ساعات شوية بتاخذ الحمية الكرامة انزين لا مواقفة بس انت خلى قهوة كشخصية في الاساس تساعد شخصية محسنة شخصية لطيفة ترى اللطف ومجتمعنا فرب جيل لطيف ان شاء الله بيرجع ان شاء الله بإذن الله سادة هده يعطيش العافية ما قصرت يوني وحلقة جدا مهمة الحمد لله وانا يعني اللي قلتين انتي آخر شيء يعني هاي بروحها يعني كفاين الواحد ياخذه ويسوي أو يسوي نقطة واحدة منها ساعدة يعطيش العافية ما قصرت عافيك جاسم ما قصرت شكرا العفو